أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس يسأل سؤالا مفاده كيف أعرف أن الطاعة قد قبلت هل لقبول الطاعة علامات سؤال يحير البعض منا وللإجابة عن هذا السؤال نقول إنه على الإنسان أولا أن يبدأ بطاعة الله عز وجل وأن يحافظ عليها فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه بالمحافظة على طاعته يا أيها الذين آمنوا ماذا يا ربي ماذا نفعل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة الأحزاب جزاء هذه الطاعة ما الذي سيترتب على أن أكون مطيعا لله عز وجل ومطيعا لرسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم ماذا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ليس فقد فاز فقط وليس فإنه من المفلحين مثلا وإنما فقد فاز فوزا عظيما هذا جزاء من يلتزم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نأتي إلى السؤال الذي بدأنا به كيف أعرف أن طاعة هذه قد قبلت إن المشايخة والعلماء والفقهاء دائما وأبدا يتحدثون عن الأسباب التي يجب على الإنسان أن يباشرها والتي على الإنسان أن يلتزم بها ويقولون عليك أن تلتزم وأن تحافظ محافظة أكيدة على المقدمات أما النتائج فإلى الله سبحانه وتعالى بمعنى كيف أعرف أن هذه الصلاة قد قبلت يقولون هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله لكن عليك أن تأخذ بالأسباب فلابد أن تحافظ على الطهارة جيدا لا بد أن تلتزم أركان الصلاة لا بد أن تحقق سننها وهكذا ثم يقولون لكن هناك بعض الإشارات يمكن من خلالها أن يأتي في أذهاننا أن هناك يعني مؤشر لقبول الطاعة أو قبول العمل لكن ليس أمرا يقينيا وإنما هو من باب المؤشرات من باب يعني الأمور المبشرات والتي تحفز الإنسان لا أكثر من ذلك يقولون مثلا من هذه المؤشرات أو من هذه القرائن أن يلتزم الإنسان الطاعة فتجده يخرج من طاعة ويدخل في طاعة أخرى تجده محافظا على الصلوات الخمس مثلا تجده محافظا على السنن التابعة للصلوات تجده محافظا على الزكاة إن واجبت عليه تجده يكثر من الصدقات تجده يقرأ القرآن تجده يقيم الليل وهكذا حتى أن أخلاقه تجدها أخلاقا طيبة تجده لا يغتاب الناس مثلا لا يقع في أعراضهم لا يمشي بين الناس بالنميمة وهكذا فهذه قرينة من القراءن التي تشير إلى أن طاعة قد أتت بأثرها ومفعولها إذن الأمر الأول أن يخرج الإنسان من طاعة فيدخل في طاعة أخر الأمر الثاني المؤشر الآخر أو القرينة الأخرى قالوا أني يترك المعصية يعني تجده لا يقبل ولا يقدم على المعصية خاصة الكبائر مثلا وتجده أيضا لا يصر على فعل الصغائر إذا وجدته محافظا على الطاعة ووجدته يخرج من طاعة إلى طاعة وكذلك وجدته لا يرتكب معصية لا يقبل عليها لا يقدم عليها فاعلم أن هناك مؤشر على قبول طاعته ثم يقولون إن من المؤشرات أيضا كثرة الاستغفار إذا داوم الإنسان على الاستغفار قالوا فهذا مؤشر على قبول طاعته إذن نستطيع أن نستخلص من كل هذا أن الإنسان عليه أولا وأبدا عليه أن يكون مطيعا لله ورسوله عليه أن يكون ملتزما بطاعة الله عز وجل عليه أن يحقق الفرائض عليه أن يترك المحرمات والمنهيات عليه أن لا ينشغل بأمر القبول أو عدم القبول بقدر ما ينشغل بالمحافظة على الطاعة ثم إذا يعني سيطر عليه الفكر في مسألة علامات قبول الطاعة فإن هناك قراء ككثرة الاستغفار والالتزام بالطاعات الخروج من طاعة ثم الدخول في طاعة أخرى عدم الإقبال وعدم الإقدام على المعصير إننا في هذا المجال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته أن يجعلنا من الطائعين أن يجعلنا ممن يفوزون فوزا عظيما أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عوراتنا إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته